بعبارات مقتضبة تعلن وكالة سبوتنك الروسية عن معركة وشيكة يجهز لها الاحتلال الروسي مع ميليشيات أسد في أقصى شمال اللاذقية الهدف المعلن اجتثاث ما اسمته عناصر إرهابية مسلحة تتعمد تسير طائرات دون طيار لمهاجمة قاعدة حميميم العسكرية والتي تصر روسيا على اتهام فصائل شمال اللاذقية ومدينة جسر الشغور في إدلب بتسيرها رغم إحجام الفصائل عن تبني الأمر أما الهدف الحقيقي فهو استباق معركة إدلب التي لن تنجح بحسب وسائل علام النظام دون تأمين ما تبقى من تلال تصفها بالخاصلة الرخوة مصدراً عسكرياً من الفصائل أشار إلى أن روسيا ومعها ميليشيا أسد يسعيان عبر هذه المعركة لاستعادة قرى سهل الغاب ليصلا بعدها إلى جسر الشغور بإدلب لكنه استبعد في الوقت ذاته بدء العملية نظراً لتفاهمات دولية بين روسيا والتركيا تفاهمات تحدث عنها مستشار الرئيس التركي ياسين أقطاي الذي أكد أن الرئيسين أردوغان وبوتين سيبحثان في لقائهما المرتقب مستقبل إدلب مستبعنا في الوقت ذاته شن نظام الأسد أي عمل عسكري عليها في الوقت الذي تروج وسائل الأعلام الروسية لاستكمال التحضيرات اللوجستية اللازمة للمعركة يؤكد ناشطون ميدانيون أن الحركة اعتيادية جداً على هذه الجبهة التي توصف بالباردة نظراً لغياب المعارك الحقيقية فيها منذ سيطرة الاحتلال الروسي عليها بداية عام 2016 واقتصار تحركات الفصائل على هجمات سريعة ضد نقاط تمركز ميليشيات أسد التي ترد بدورها بغارات جوية على تجمعات المدنيين في جسر الشغور مرجحين أن كل ما يجري الآن سيبقى في إطار تصريحات لن تغادر حدود وسائل الإعلام إلا أن الوضع مفتوح على جميع الاحتمالات الله أكبر